السلام عليكم اخوتي المغربة انا فتن زارة متلقبوا لي ايد الاش 12 سنة اليوم نعود لكم القصة ديالي بالتبتش نوقع لي مهم كما قلت لكم انا متلقى بنات سيد بتاريخ 26 شهر سنة 2018 سبب طلق ديالي اللي هو ما اسبب بزاف 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 بشي بزاف المهم نعود لكم على الحديثة بالتبتشنو كان فيها النهار 28 شهر سمانية بتاريخ 28 شهر سمانية 2020 السباح بالتبت مع سمانية وقسمين خارجة مشيال الخدمة ديالي اذا به انا بقى وطلية تسيد مركب فيها ديما كنكون غادية وانا تبع حاضية حاضية منو كانت تابعني جاب الله انني منيشت وتابعني عرفتو غادي ارتاكب شي حاجة فحقي هربت مشيت في تاكسي مشيت لخدمتي اذا به ما جيش في نوصل لبب الخدمة ديالي حتى قلقها تعرض لي بل لي هزو حد القرعة في ديالي مهم عارتو غادي يكبع لي شي حاجة انا غادي يتنجري واتيجري من موراي تصور كوكون انني ما كنتش حاضية منو داك صبح كان هديك المادة ليا لا سيدكلو غيدغي كان غادي يكبع لي اعلى وشي وعلى عينية لو لا لطف الله تعالى ديك صبح يعني ارا لا الي الله الحرقة تصابيت به من درجة الثالثة تحرقت في الظهر ديالي الدراعين اسفل الظهر على مستوى رقابة بالضبط هذك الصباح جات جات الامبيرانس مشيت زوني الدوني للوبيتال الادريسي تلقيت متما اسعافات اولية من طرف اطباء ومساعدين جات دكتور كشف على الحالة ديالي باش اعطاني تقرير انني باش نتهز الامبيرانس مشيت الامبيرانس مشيت الامبيرانس مشيت الامبيرانس مشيت الامبيرانس اللي هو موريزقو وصلت كان هذك النهار للشية ديال الجمعة بقيت ما تسبت والحد تحت المراقبة في الانعاج اثنين دازت العملية اللي اولى ديالي من ثم ما بديت المعاناة ديال بالصح انا سيدا مشياراج الفضلية حال تقول لان السيدة ذلك كان مغيقهم بواحد العمل اللي هو انا فكرني فاتك القيس الصاليك ان احنا بقيا صاري ديال مالي كان استرساري لتعبط الحارق والا بالضبط انا كنت نعسى في لبيتالي اللي كانت تتعرج فيه دك السيدة استرساري وفعلان كانوا جوا عندي اطباء اللي كانوا اللي كل ما كانوا يدخلوا يعني لشون بغدية اللي كانوا يقولوا لي فتنزارة الحمد لله اللي ما جا تكشفه وجاه الحمد لله كيف ما كان الحال يعني الحمد لله اللي ما وقع ليش كما وقع الماليك السرساري بالنسبة اللي تم القبض عليه هادك الصبح من قبل واحد العسكاري متقاعد صراحة الله الله يعمر ليه الدار هادك السيدة بالضبط هو اللي يشدو هو اللي حضر على تفاصيل جريمة لانه كان هو مقر العمل ديالي وشاف كل شيء وهو اللي يتبعوه هو اللي يشدو وبيدده سلمون السلطات اه انا رسالة ديالي اللي بغيت نقدم اليوم الخوتي المغاربة لرأيي العام اه والله هدش لا حرام حرام سوا فحقي انا ولا فحق اي واحد اه ارا بخير سفى كل واحد يشتريقه منوا هو اللي أبقى هو بالجوم ديال وكان يزيد كان يزيد يوما بعد يوم كان نهار علاقها سبق له ضرب في موس وليه من الموس عوتاني ضرب زي زوى ولا عوتاني تهديده بالتلافون اه بزاف ديال الحوايج وديما تتعرض لي في شارع العام وتي تبت المواطن مواطن انني انا المرأة دياله وفعلا اي واحد يقول هو المرأة دياله زعمه احنا زعمه تا واحد ما تقدر يدخل سبق لي ودليت بشكايات سبق لي ودليت بشكايات بشكايات ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة وسبق لي وسمعت هاد الكلمة ديال خوين مدينة ماذا الذي اخوتي المغاربة علاش انا خدامه على راسي وعلى ولدي هاد سيد علاش انا اللي هادين اخوي علاش انا لهادين تخبع علاش هو اللي لمصالح في المشجع مع ما خدام مسؤول على ولدهو ما قدري يدير التاشي حاجه تحاجي في حياته ما قدري واحد الحاجه اخوتي المغاربة انا مني انتفرقت معها سيد انا مبغيت معها لا حباست ولادليت حاجه ولكن مني كان ديما ترتكب فيها شجار وتان ديك العربية تتم العائلة دياله اللي مازال يومنا هذا تتعيط لي للتنازل نزيدكم أخوتين مغربة واحد للنقطة مهمة أنني كنت مأسا في الإنعاج وبالتالي كتتعيط العمّة لولد خوها باش تقول له هدر مع ماماك على التنازل ديما كانوا ديما تيشدوني مدى الجانب ديال الولد وديما تيقولوا لي آخر مرة أفا تمزر لي لعود تعرض لك حنا نشاهدو فيه مؤخرا معي طاليختو تتسكن من دينا تغربت قلت لها أنا أنا نكرتها قتلا ما كان عارف شي واحد بات اسميها هاتي ديما العائلة ديالو في الميجير تكب فيه شي حاجة يتصلوا بيه وعافك وعافك مني كتب قالي الحديثة ما كيبانوش ولكن مني أنا تنديك العرب خوهم تولي وتيرغبو ويزاوقوا عافاكم 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 الرسالة اللي بتنوصل الخوتي المعاربة هي والرأي العمكة كل بغيت السيد يأخذ الجزائي ديالو هو حاليا معتقل ووقادي ديالي ما زالة ابتدائية أتمنى من الله أن تقصي في القداء كبيرة أتمنى من الله أي كم قلت لك القداء تقصي في القداء كبيرة وأنتمنى ينصفني وتنقول حسبي الله ونعمل واكل هاتسي تكرفس عليها بزاف تكرفس تكرفس بزاف تكرفس دياله وكان قبل ما يكون طلاق وديما كنت يقول لي إلا درتي شي حاجة مشيتي تطلقتي والعداراني غاندي ديما كنت عيشت حتى هديدات ديما وكيف ما أصبق لي وقلت لكم مرة هكيني شكايات به قبل أنه تتعرض لي أنه أصبق لي وأصبق لولح لي العافية من صرج مضاري جبل الله كانت تغير سيدة عندي في الدار ما كان يدير شي حاجة خيبة ديما تيشوهني في زنقها مهم ديما تتعرض لي هاتشي بالضبط وقعه بتاريخ 28 شهر 2008 وعشاوين ولكن العنف كنت عايشة فيه من قبل يعني إلا أربع شهور بالضبط دابة أربع شهور الحق ديالي لأن هذا آخر اعتداء ما أصبق له وتتعرض لي مرة ماشي جوج أبدا أبدا كل شي كل شي راداجة كي ندعوض النفقة يالو تيقول لي لا الولد تيجي عنده حتى الباب الدر مني كنكون أنا في الخدمة تيجي عنده مع العلم تايم شي تيشوفه هو تيبغي يعرف غير تحركات ديالنو شنو الجديد كي يعني هاتش اللي كاين لا ما عندوش الغرض بالطفل ديالو بيحس أن الولد كي استغلوه في كي استغلوه في دي بوان اللي اللي الطفل كي بقى هادك طفل باريء ولكن ما كتاب علينا واحد اللي هو أنا تنقولها شمكار ماشي شي واحد اللي كتاستخوف 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 لدولغ باقي غائرة ومتطلبات كي متطلبات يعني دلقيت العمليات ديالو اللي يوفلو بيطال بنرجد ولكن العلاج تيكون مورا العمليات أنا شوف أنا هادة الرسالة كنوجها بالضبط نضمن بالله ان الدكتور تزيى يشوف هادة 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 ينصفني يعني يعني ونقدر نكون بولدي هذا هو اللي كاين وأنا تقتي في القضاء كبيرة ونتمنى من الله الخير ديما كنت عايشة تهديدات ومبعض الطلاق كنت عايشة في تهديدات ديما تنتهدد ديما تيجي تشويني في نسكنة ديما مسالي راسه فعلا فعلا مسالي راسه ما عنده شي حاجة ما عنده شي حاجة اللي قدر يديرها في حياته وانو تحاجة مسالي راسه فعلا انا هادي نضمرك السبب الرئيسي انني طلقت طلقت لان اشترتي واحد لايشة ما نقدرش بيانسور نكمل فيها لفاغيك دوب وتحراميات وعدم الاحترام